الفهم المقاصدي للسنة النبوية اعداد الاستاذ دكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف منبر التجديد صوت الوسطية من الاوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه المبحث الثالث حتمية التجديد مما لا شك فيه أن الاقدام على التجديد في فهم وعرض القضايا الفقهية والنظر في المسجدات العصرية وفي بعض القضايا القابلة للاجتهاد يحتاج إلى رؤية ودراية وفهم عميق وشجاعة وجرأة محسوبة وحسن تقدير للأمور في آن واحد كما أنه يحتاج من صاحبه إلى إخلاص النية لله عز وجل بما يعينه على حسن الفهم وعلى تحمل النقد والسهام اللاذعة ممن أغلقوا باب الاجتهاد وأقسموا جهد أيمانهم أن الأمة لم ولن تلد مجتهدا بعد وأنها عقمت عقما لا براء منه متناسين أو متجاهلين أن الله عز وجل لم يخص بالعلم ولا بالفقه قوما دون قوم أو زمانا دون زمان وأن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولكي نقطع الطريق على أي مزايدات فإنني أؤكد الثوابت والأمور التالية أن ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة وما أجمعت عليه الأمة وصار معلوما من الدين بالضرورة كأصول العقائد وفرائد الإسلام من وجوب الصلاة والصيام والزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا كل ذلك لا مجال للخلاف فيه فهي أمور توقيفية لا تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص فمجال الاجتهاد هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي يقول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتابه المستصفى ووجوب الصلوات الخمس والزكاوات وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع فيه أدلة قطعية يأثم فيها المخالف فليس ذلك محل الاجتهاد أننا ننظر بكل التقدير والاحترام لآراء الأئمة المجتهدين الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ومن كان على شاكلتهم من العلماء والفقهاء المعتبرين في اجتهادهم نرى أنهم جميعا أهل علم وفضل فقد بذل كل منهم وسعه في الاجتهاد والاستنباط في ضوء معطيات عصره وتلقت الأمة مذاهبهم بالرضا والقبول نؤمن أيضا أن بعض الفتاوى ناسبت عصرها وزمانها أو مكانها أو أحوال المستفتين وأن ما كان راجحا في عصر وفق ما اقتضته المصلحة في ذلك العصر قد يكون مرجوحا في عصر آخر إذا تغيرت ظروف هذا العصر وتغير وجه المصلحة فيه وأن المفتى به في عصر معين وفي بيئة معينة وفي ظل ظروف معينة قد يصبح غيره أو لا منه في الإفتاء به إذا تغير العصر أو تغيرت البيئة أو تغيرت الظروف ما دام ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر والمقاصد العامة للشريعة ما دام الأمر صادرا عن من هو أو من هم أهل للاجتهاد والنظر وقد ذكر الإمام القرافي رحمه الله في كتابه الإحكام أنه ينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتية ألا يفتيه بما عادته أن يفتي به حتى يسأله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا أننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر وبإمكانية تعدد الصواب في بعض القضايا الخلافية في ضوء تعدد ظروف الفتوى وملابساتها ومقدماتها وإذا كان بعض سلفنا الصالح قد قال رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب فإننا نذهب أبعد من ذلك فنقول إن كلا الرأيين قد يكونان على صواب غير أن أحدهما راجح والآخر مرجوح فنأخذ بما نراه راجحا مع عدم تخطئتنا لما نراه مرجوحا ما دم صاحبه أهلا للاجتهاد ولرأيه حظ من النظر والدليل الشرعي المعتبر فالأقوال الراجحة ليست معصومة والأقوال المرجوحة ليست مهدرة ولا مهدومة أن تسارع وطيرة الحياة العصرية في شتى الجوانب العلمية والاقتصادية والتكنولوجية إضافة إلى التقلبات والتكتلات والتحالفات والمتغيرات السياسية والاقتصادية والحياتية والاجتماعية كل ذلك يحتم على العلماء والفقهاء إعادة النظر في ضوء كل هذه المتغيرات للخروج من دوائر الجمود التي تحاول بعض التيارات المتشددة فرضها من خلال فرض رؤيتها الجامدة المنغلقة على المجتمع أن الإسلام فتح باب الاجتهاد واسعا فقد أقر نبينا صلى الله عليه وسلم مبدأ الاجتهاد حتى في حياته صلى الله عليه وسلم فعندما بعث صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجده في كتاب الله قال أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجده في سنة رسول الله قال أجتهد رأيي ولا آل قال فضرب بيده في صدري وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله والمراد بقوله ولا آل أي لا أقصر في الاجتهاد والنظر في المسألة ولا شك أن هذا الحديث النبوي الشريف يعد عمدة في فتح باب الاجتهاد وإعمال العقل إلى يوم القيامة حيث بدأ سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه بالنظر في كتاب الله فإن وجد في المسألة مناط الفتوى حكما من كتاب الله تعالى ينطبق عليها واقعا حكم فيها بما ورد في كتاب الله سواء أكان حكما قطعي الثبوت والدلالة أم كان حكما قطعي الثبوت ظنية الدلالة أي مما يحتاج إلى إعمال العقل في استخلاص الحكم مع تحقق المناط وانطباق النص على الواقع فإن لم يجد في المسألة نصا قرآنيا لا قطعية الدلالة ولا ظنيةها انتقل إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أكان الانتقال لتفسير النص القرآني أو بيان مجمله أو تقييد مطلقه أو تخصيص عمومه أم كان حديثا منشئا لحكم تفصيلي في ضوء المقاصد العامة للتشريع المتضمنة في كتاب الله فإن لم يجد حديثا قاطعا بالحكم في المسألة أو لم يجد فيها حديثا أصلا أعمد إلى إعمال العقل وقياس الأشباه والنظائر واجتهد رأيه دون تقصير ولنا في ذلك وقفات الأولى أن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يقل له سيدنا معاذ إذا لم أجد حكما في المسألة في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتظر أو أتوقف حتى أرجع إليك أو سأرسل إليك رسولا ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك بل أطلق له حرية الاجتهاد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم يطلب منه حتى مراجعة وعرض ما يقضي به عليه بل ترك له مساحة واسعة للاجتهاد والنظر قائلا له الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبعث لهذه الأمة على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها وطبعي أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر ومستجداته وقراءة الواقع قراءة جديدة في ضوء المقاصد العامة للتشريع الثالثة لقد صار الصحابة رضوان الله عليهم على نهج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده فهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبعث برسالته التاريخية في القضاء إلى سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وكان مما ورد فيها من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريدة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك الفهم 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 عندما يتلجلج في صدرك مما لم يبلغك في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الأمثال والأشباه وقس الأمور عند ذلك ثم اعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى ولم يطلب عمر رضي الله عنه من أبي موسى الأشعري رضي الله عنه التوقف حتى يرجع إليه أيضا كما أنه لم يطلب منه حتى جمع الناس على المسألة وإن كان ذلك مما هو مستحب ومندوب فيما يحتاج إلى ذلك غير أن ولي الأمر أو المجتهد إنما يفعل ذلك ما تحتاج إليه مع تأكيدنا على أن رأي الحاكم يقطع الخلاف في المختلف فيه للمصلحة المعتبر في ضوء المقاصد العام للشرع الحنيف لا بد أن نضع في اعتبارنا أن أي تغيير أو تجديد في تناول قضايا الخطاب الديني عبر تاريخ البشرية لا يمكن أن يكون موضع إجماع أو اتفاق قبل الاختبار لمدد أو فترات زمنية تطول وتقصر وفق قناعات المجددين وصمودهم واجتهادهم وقدرتهم على الإقناع برؤاهم الفكرية الجديدة وأن التقليديين والمحافظين والمستفيدين من الأوضاع المستقرة لا يمكن أن يسلموا بالسرعة والسهولة التي يطمح إليها المجددون وبمقدار عقلانية المجددين وعدم الشطط المحسوبين عليهم في الذهاب إلى أقصى الطرف الآخر يكون استعداد المجتمع لتقبل أفكارهم بقطعهم الطريق على أصحاب الفكر الجامد والمتحجر من طعنهم في مقتل نؤكد أن التجديد الذي نسعى إليه يجب أن ينضبط بميزاني الشرع والعقل وأن لا يترك نهبا لغير المؤهلين وغير المتخصصين أو المتطاولين الذين يريدون هدم الثوابت تحت دعوى التجديد فالميزان دقيق والمرحلة في غاية الدقة والخطورة لما يكتنفها من تحديات في الداخل والخارج فالمتخصص المؤهل إذا اجتهد فأخطأ له أجر وإن اجتهد فأصاب فله أجر عنه الأول لاجتهاده والآخر لإصابته أما من تجرأ على الفتوى بغير علم فإن أصاب فعليه وزر وإن أخطأ فعليه وزران الأول لاقتحامه ما ليس له بأهل والآخر لما يترتب على خطأه من آثار كان المجتمع والدين معا في غنى عنها في ظل أوقات تحتاج إلى من يبني لا من يهدم كما نؤكد أن المساس بثوابت العقيدة والتجرأ عليها وإن كار ما استقر منها في وجدان الأمة لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب وخاصة في ظل الظروف التي نمر بها لأن الجماعات المتطرفة تستغل مثل هذه السقطات لترويج شائعات التفريط في الثوابت مما ينبغي التنبه له والحذر منه فإذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلابد أن نقضي على التسيب من جذوره فلكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ويقولون لكل شيء طرفان ووسط فإن أنت أمسكت بأحد الطرفين ما للآخر وإن أنت أمسكت بالوسط استقام لك الطرفان ولذا قال الإمام الأوزعي رحمه الله ما من أمر أمر الله به إلا عارض الشيطان فيه بخصلتين ولا يبالي أيهما أصاب الغلو أو التقصير فنحن مع التيسير لا مع التعسير ولا التسيب ومع السماحة للتفريط ومع الالتزام الديني والقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف أو جمود أو انغلاق فبين التشدد والالتزام خيط جد دقيق وبين التيسير والتسيب خيط جد دقيق والعاقل من يدرك هذه الفروق الدقيقة ويقف عند حدودها فاقها لها غير غافل عنها وقد نقل الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن عن الماوردي أنه قال سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول سمعت أبي يقول سألت الحسين بن الفضل فقلت إنك تخرج أمثال العرب والعجم من القرآن فهل تجد في كتاب الله خير الأمور أوساطها قال نعم في أربعة مواضع في قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون وفي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وفي قوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنوقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا وفي قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا نؤكد أهمية تقافة التفكير في سائر جوانب الحياة الفكرية والسياسية والاقتصادية والإدارية والخروج من دائرة القوالب الجاهزة والأنماط الجامدة إلى رؤية تتسم بالفكر وإعمال العقل وعلينا جميعا أن نعمل على تحريك هذا الجمود من خلال العمل على نشر ثقافة التفكير من خلال الصالونات الثقافية والمنتديات والحلقات النقاشية فإن هناك من يعتبر مجرد التفكير في التجديد هو خروج على الثوابت وهدم لها حتى وإن لم يكن للأمر المجتهد فيه أدنى صلة بالثوابت أو بما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة فقد تبنى منهج الجمود والتكفير والتخوين والإخراج من الدين أناس لا علم لهم ولا فقه ولهم من المجتهدين ولا حتى من أهل الاختصاص أو دارس العلوم الشرعية من مظانها المعتبرة مسرعين في رمي المجتمع بالتبديع ثم التجهيل فالتكفير حتى وصل الأمر بغلاتهم إلى التفجير واستباحة الدماء مما يتطلب حركة سريعة وقوية وغير هيابة لمواجهة الجمود والفكر المتطرف معا حتى نخلص المجتمع والإنسانية من خطر التطرف الفكري وما يتبعه من تبني الإرهاب منهجا وسلوكا منبر التجديد صوت الوسطية من الأوقاف المصرية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه موسيقى